حل مشكلة امتلاق ذاكرة الهاتف ده موضوع حلقتنا النهاردة فتابع معي الفيديو للنهاية السلام عليكم اهلا بكم في قناة ياسمين عشور ياريت قبل ما نبدأ شرح النهاردة تعملي لايك للفيديو ده ولو اول مرة تشوف قناتي تعمل الاشتراك في القناة النهاردة كده هنحل مشكلة امتلاق ذاكرة الهاتف يلا بينا كده نروح على كلمة الاعدادات او كلمة الضبط عندك على الموبايل بضغط عليه هننزل كده خالص تحت اسفل الصفحة دي بننزل كده ونختار حول الهاتف ببدأ انه نضغط عليه هنا هنختار هيجيلك الجزء ده ببدأ ان انا اختار معلومات البرنامج بختار بعد ما بضغط على معلومات البرنامج بنسل كده وبضغط على رقم الاصدار. ببدأ اضغط على رقم الاصدار ده ضغطات سريعة كده ممكن خمس مرات. هي نقطة التفعيل بالفعل ببدأ ان انا ارجع كده زي ما كنت آآ هرجع خالص وهنلاقي حول الهاتف دي تحتها خيارات المطور بابدأ ان انا اضغط على خيارات المطور بعد ما اضغط عليها طبعا هتنزل خالص الاسفل كده وانا هنطلع حاجة بسيطة كده وبعدين هنختار السماح بادراج التطبيقات في واحدة تغزين خارجية بابدأ افعل الاختيار ده اي تطبيق انت هتنزله هيكون عندك على الكرت تمشي على الموبايل عشان زاكرة الهاتف وبس كده عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات وكده نكون خلصنا فيديو النهاردة يارب فيديو النهاردة يكون عجبكم يا ريت تعملت اللايك للفيديو اشتراك في القناة كان معكم ياسمين عشور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته